موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة الجديدة والتي سوف نتحدث فيها عن ما يحدث في هذه الأيام بخصوص الحديث عن الدعوة إلى العنف والدعوة إلى السلم وبعض الأطراف الآن التي تدعو إلى التصعيد وفي الوقت نفسه تدعو إلى السلم وأنها من دعاة السلم وأن الاتهامات التي توجه إليها من بعض الأطراف هي مجرد اتهامات استخبارية وأنها هناك أجهزة جزائرية تحرك الكثير من الوجوه في الداخل وفي الخارج وعبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل أن تشوه هذه المجموعات التي نصبت نفسها رأس الحربة للحراك الشعبي ورأس الحربة في المعارضة وأنها هي التي توزع أوسمة الشرف على المعارضين وأنها هي التي تطعن في هذا وتطعن في ذاك وتزكي هذا وتزكي ذاك وللأسف الشديد بمثل هذا الفعل أدت إلى الإضرار بالحراك الشعبي لأن الذين إذا نصبوا أنفسهم أوصياء وخدعوا الجيل الجديد وخدعوا الجماهير في مرحلة صعبة جدا كانت تحتاج إلى قياديين سياسيين أذكياء بمعنى الكلمة حتى يحدث التغيير الذي ينشده الجزائريون ولكن للأسف الذين ضيعوا التغيير على الجزائريين في بداية التسعينات هم أنفسهم ومن المدرسة نفسها التي خرج منها هؤلاء ضيعوا أيضاً فرصة التغيير على الجزائريين لذلك قبل أن نحاسب أي طرف يجب أن يحاسب هؤلاء على ما جنوه على الجزائريين وعندما ضيعوا عليهم فرصة التغيير الحقيقي والتغيير الشامل والتغيير الجذري لما نصبوا أنفسهم أوصياء على المعارضة أوصياء أوصياء على الحراك الشعبي بل أنهم هم يمثلون الحراك الشعبي ودونهم مجرد عملاء للأجهزة الاستخبارية وأدوات لدى النظام وأعضاء في العصابة وبقايا العصابة وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور في الآوينة الأخيرة قلت بأن هناك من يتحدث باسم الديمقراطية باسم الحقوق الإنسان باسم السلم فهل يترى حقيقة هؤلاء دعاة سلم أم أنهم دعاة عنف بطريقة مقننة أو أنهم دعاة عنف بطريقة مباشرة هناك ثلاث احتمالات الاحتمال الأول أنهم دعاة سلم حقيقة وليست لهم أي خلفية تدعو إلى غير هذا السلم وأنهم دعاة ثورات سلمية ولكن هذه الثورات السلمية أيضا تحتاج إلى نوع من الذكاء ونوع من الفطنة حتى لا تتحول إلى مواجهة وعنف الأمر الثاني أنهم يدعون السلم ولكن ما يقومون به هو عمل من أجل العنف هو الدفع نحو العنف أو أنهم من دعاة عنف أنا أعتقد الجزء الثالث لا يمكن أن يحدث أبدا فهؤلاء يعيشون في الغرب ويعيشون في دول غربية لا يمكنهم أبدا أن يدعوا إلى العنف وقد كانوا من قبل في التسعينات من دعاة العنف ولكن دعوتهم فشلت والجماعات المسلحة الإرهابية المسلحة التي راهنوا عليها في الجزائر كي تنجح فشلت ولذلك ما راهنوا عليه بالأمس وفشل لا يمكن أن يراهنوا عليه الآن ويفشل فضلا من أن يمكن ملاحقتهم في الغرب بسبب الدعوة إلى العنف لأن هذا الأمر لا يمكن أن يسمح به أبدا لذلك الكثير منهم ليسوا أنهم اختاروا هذه الدعوة من باب أنهم آمنوا بها أو آمنوا بالحل السلمي وأن النضال السلمي والعمل السلمي والمعارضة السلمية لم يؤمنوا بها أبداً إنما أجبرتهم الظروف على تغيير التكتيك ومخادعة الجماهير ومخادعة الشباب والتغرير بهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي لدفعهم إلى حلبة المواجهة وبعد ذلك يستعملون ويتاجرون بدمائهم في المحافل الدولية والمحافل المختلفة التي تدر عليهم بفوائد كثيرة لذلك لا يعني أن كلام هذا أنه لا يجب العمل من أجل التغيير لا يجب العمل من أجل التغيير ويجب بذل الجهد من أجل إحداث التغيير الحقيقي ولكن من الحسن إلى الأحسن القضاء على كل السلبيات الموجودة ولكن في إطار سلمي في إطار تعاوني في إطار لا يدعو إلى المواجهة في إطار تكامل الأدوار بين كل الأطراف الفاعلة ولكن الدعوة إلى التصعيد والدعوة إلى العصيان والدعوة كل هذه تدل على أن النواية خبيثة هي استعمال الشعارات السلمية ومحاولة جر الجيش وجر الأجهزة الأمنية لمواجهة الناس وعندما تحدث المواجهة يتم دعوة الناس إلى الدفاع عن النفس وكلهم كانوا يتحدثون من قبل أنه الدفاع عن النفس حق وما إلى ذلك ونجد مثلا المسمى العربي زيطوت وهو كما يسقدم نفسه دبلوماسي سابق في الجزائر كان في ليبيا وهو عضو قياده في جماعة رشاد ماذا قال؟ نشر منشور وتشاهدونه في السورة ويقول منهجنا كان وصيظل المقاومة السلمية في كفة الظروف ما دام العدو خارجي والمقاومة بكل الوسائل بما فيها البارود إذا كان المعتدي الخارجي إذا كان المعتدي خارجي يعني هل من الآن من الممكن جدا أنه فيه دول ممكن تعتدي على الجزائر وتأتي بقوات مسلحة وتدخل الجزائر تنتظر فيه في العربي زيطوت حتى يقول لهم أن العدو خارجي هل من الممكن أن يحدث هذا؟ وهو نفسه الذي اسمعوا ماذا يقول أن الجزائر يتمنى أن يحكمها أردوغان اسمعوا ماذا يقول نعيشها في الجزائر مأساة هو أن الجزائريين وهذه كانت في أكثر تعليقات التي طلعت عليها في المواقع الاجتماعية وفيما انتصلوا بي أو من تناقشت معهم أن ليس لدينا نظام حكم وطني بأي معنى بل بالعكس كان هناك كثير من كتب وقال يا ليت أردوغان هو من يحكم الجزائر يا ليت أردوغان هو الحاكم في الجزائر أو هو الرئيس في الجزائر أو هو صاحب الأمر في الجزائر لأن أردوغان الآن يمثل صرخة في وجه فرنسا يعني صاحب الأمر يا ليت يكون رئيس ولكن لا فيه جملة خطيرة جدا صاحب الأمر يعني يتحكم في الدولة الجزائرية يعني لا يكون رئيس جزائري يعني لا يمكن يكون رئيس جزائري يكون صاحب الأمر يعني يواصي على الدولة الجزائرية هذا كلام خطير جدا جدا أليس هذا دعوة إلى التدخل الخارجي؟ قد يقول الإنسان أنه فقط ضرب مثال ليضرب مثال فقط على مدى محاولة استصار أبدا ليست هذه الحقيقة وكشفتها كثير من الأمور على كل حد ترى أن العرب زيتوت جماعة رشاد هل حقيقة هم دعاة سلم كما يقولون وأنه كما كتبوا في بيانهم لتأسيس جماعتهم التي كان فيها محمد سمراوي الذراع الأيمن تبع الجنرال العماري إسماعيل العماري الذي يتهم من طرف هؤلاء بأن إسماعيل العماري هو الذي أسس الجية وأسس وهو الذي كان وراء المجازر التي ارتكبت في الجزائر ومحمد سمراوي هو ذراعه الأيمن وكان لديه علاقات مع خالد نزار وتشاهدون في الصورة صورة محمد سمراوي مع إسماعيل العماري مع خالد نزار وغيره هذا محمد سمراوي من المؤسسين من الخمسة المؤسسين لحركة رشاد وفي بيانها الأول ذكروا أنهم صاروا خمسة مؤسسين وفي بعدين صاروا يذكروا أنهم في ستة مؤسسين ويكتبوا بأنه محمد سمراوي استقال لأنه في ذلك الفطرة كانوا في حاجة أولاً محمد سمراوي في ذلك الوقت ألف كتاب أو اشتهر وقاع سنين الدم ونال شهرة كبيرة وأرادوا أن يغطوا أنه جايبين ضابط سابق كان في المخابرات الجزائرية حتى يعبروا عن الانفتاح على الآخرين فقط كانت مجرد تغطية فقط على هذا الأمر على كل حال ليس هذا موضوع العربي زيتوت يخون كل من يختلف معه كل من ينتقدها ينتقد جماعة رشاد راهي مهمة من جماعة عبلة كما يسمي فيهم راهي مخابرات هي التي تنسق وتحارب جماعة رشاد كأن المخابرات ليس لها شغل إلا جماعة رشاد أنا أقول لك جماعة رشاد لو لم لو لم يتسببوا في في الإضرار بالحراك الشعبي وبالإضرار بالمعارضة الجزائرية الحقيقية التي تنشد التغيير وأنهم بذلك لعبوا على حتى خلوا الناس يبتعدوا عن هذا الحراك وأنهم عبارة عن بقايا عن بقايا كما سميتهم بقايا عن طرزوابري ولبسوا أقنع جديدة ما تكلمت عليهم أبدا ولكن حان الوقت أن نقول الحقيقة لأن ما فعلته رشاد والماك وهؤلاء الجميع ما فعلوه بالحراك الشعبي الجزائري التاريخي الحراك العظيم عندما حولوه من حراك كان سيحدث تغيير حقيقي في الدولة الجزائرية حولوه إلى معركة أخرى من معارك الجيا والمية من قبل فقد أضروا أضروا إضرار كبير بهذه الحركة وللأسف سكت عليهم الأحرار الحقيقيون الذين تهمهم البلد ويهمهم استقرار ففتح لهم المجال فوجدوا فاستعملوا الغوغاء واستعملوا الغثاء واستعملوا الضحايا ضحايا ضحايا الفطرة البتفريقية بلا أدنى شك من أجل الإضرار بالحراك الشعبي هم يريدون تعفين الوضع في الجزائر هم يريدون المواجهة الدامية في الجزائر هم يريدون أن يسقط الجزائريون يريدون الجيش يقتل الشعب لم أحزنوا حزنا كبيرا عندما أعلن القيد صالح تخندقه مع الحراك الشعبي وهذا الذي أزعجهم لو القيد صالح أخرج الجيش وضرب الشعب من تقدوه مثل ما فعلوا معه عندما تخندق مع الشعب الجزائري وعندما أنقذ الجزائر من مسار دموي كبير أحيك لها واستعملوا عواطف الجماهير المتعتشة للتغيير والتي عانت من الظروف والغاضبة على عصابة متفليقة فاستعملوها استعمالا قليلا لذلك أنا لا يهمني شخص لا يهمني شخص زيتوت يكون ما يكون يكون ما يكون ونحن نعرف وهو يطعن في كثير من الناس وأنا شخصيا طعن فيه لأنني في فطرة معينة كنت في الجيش خلال فطرة الانقلاب على الفيس هو كان دبلوماسي أنا كنت طالب ضابط لا حول لي ولا قوة أتكون في اليسدات في الغاية وهو كان دبلوماسي ولم يغادر منصبه إلا عندما طلب منه أن يدخل الجزائر في الخمس وتسعيد أو أخرى لم يدخل لأنه كانت الظروف الجزائر في هديمان ولا يمكنه أن يعود إلى الجزائر فطلب تمديد المهلة سنة أخرى وعندما رفض هذا التمديد غادر إلى لندن وفتح النار على النظام ونال اللجوء السياسي بسبب ذلك ومنذ ذلك الحين وهو على نفس الخطر غازل الجماعات الإرهابية في الجزائر غازلها في تلك الفطرة ظنا منه أن الجماعات الإرهابية ستنتصر على الجيش وعندما فشلت جاء دائما يحرض 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 على المواجهة وللأسف وجد نظام فاسد مثل نظام بوتفريقة الذي أعطى له الفرصة ولكن أمر آخر هناك معلومات تتحدث روية لي من مصادر بأن جماعة العصابة تفيق والأياماتهم الأخيرة اتصلوا بالعرب حتى يكون عضو في المجلس الرئاسي الذي نو تشكيله وهم الذين قالوا لروح للسفارة وكذا 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 مثل هذه الأمور ولكن الأمور لم تستقر له ولذلك رفع من وتيرة التحريض على القيد لأن الأمر لم ينجح له لو نجح له الأمر وحكمت الجماعة وأس مجلس الرئاسي وصار عضو في المجلس الرئاسي لكان لديه خطاب آخر قد يقول القائل أنت تفتري على العربي زيتوت العربي زيتوت رجل مناضل سلمي دبلوماسي استعمل الخطاب السلمي لا أبدا العربي زيتوت استمعوا بمن يشيد كانت هناك جماعة أخرى تسمى المية وهي الحركة الإسلامية المسلحة حركة الإسلامية المسلحة نظام فعل كل شيء للقضاء عليها لأنها كانت تمثل خط معتدل يريد مقاومة النظام أو الجنانات الذين استولعوا السلطة الجنانات الذين قابوا بالانقلاب في القانون العسكري يعدمون هؤلاء قابوا بالانقلاب يعني لو تمكن منهم الرئيس لا عدمهم يحكم القانون العسكري يعني لكن هؤلاء قابوا بالانقلاب حركة المية أو الحركة الإسلامية المسلحة التي أسسها التي تأسست وكان ترأسها عبد القادر شبوتي عبد القادر شبوتي من مجماعة مصطفى بو يعلي تكفيري حقيقي بمعنى الكلمة هذه الجماعة الجماعة ذبحت الجزائريين ارتكبت المجازر بحق الشرطة وبحق العسكر وبحق ما يندله جبيل وكان حملت السلاح وأسست تنظيمة وزرعت لها فروع ومارست اغتيالات وكذا 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 تخيلوا يصفها بأنها جماعة معتدلة هل من يحمل السلاح ويكفر الناس ويقول طواغيت ويقتل الشرطة ويقتل ويغتال وكذا وكذا حركة معتدلة من يحمل السلاح خارج من فكرة الاعتدال انتهى الامر ما تقول لي الجيش الرسمي أصلا هو جيش عنده سلاح ولكن يأتي مدني ويشكل تنظيم مسلح وبعدين ذلك يصير يرتكب اغتيالات ويعمل لي فبراز ويذبح في الناس ويقتل وانتوا عارفين بهذا عارفين تاريخ المياه الحركة الإسلامية المسلح كان في عبدالقادر شبوتي وغيره ومنصور الملياني وجماعة هذوك جماعة مصطفى بو يعلي جماعة مصطفى بو يعلي التي تغلغلت بعد ذلك في جبهة الإنقاذ وصاروا قيادهين كانت كل الاختيالات التي حدثت في الجزائر العاصمة في الرويبة في الغاية في بلجراح بوزرعة كلها كلها اللي دروها الآن جماعات الأفغان كلها كانت تحت مسمى المياه أو الحركة الإسلامية المسلحة الحركة الإسلامية المسلحة هذه أيضا كان من مؤسسيها سعيد مخلوفي وكان قياده في جبهة الإنقاذ ألف كتاب العصيان المدني وهذا يعتبر من أخطر الكتب التي ألفت وظهرت أيامات العصيان المدني وأيامات العصيان المدني التي تعلنها الفيس في فأعتقد في التسعين أو الواحد وتسعين في الواحد وتسعين نعم والعصيان والإضراب الشامل وكذا وكذا ظهر هذا الكتاب الذي كان يدعو إلى العصيان المدني إلى العصيان المدني وسعيد مخلوفي من المؤسسي هذا التنظيم ولديه فتاوى بالقتل والذبح وغيره العربي زيتوت لم يكتفي بهذا الأمر لم يكتفي بهذا الأمر بل أشاد حتى بالجياء تنظيم الجياء الجماعة الإسلامية المسلحة التي بقرت بطون الحوامل وذبحت الجزائريين استمعوا ماذا يقول عنها العربي زيتوت ما أريد أن أقول إليه في الخمسة وتسعين قام بذبح القيادة الحقيقية للجماعة الإسلامية قام بذبح ما يزيد عن مئتين اعتبر أنهم الأنصار الجزء روى على رأسهم الإمام وهذا رجل عالم ومفكر محمد السعيد وقاعد الجبهة الإسلامية لنقاذ آنذاك وهذا مهم عبد الرزاق رجام ذبح القيادة الحقيقية للجماعة الإسلامية وتوله هو القيادة الحقيقية ومن هناك بدأ في العمل لمصلحة المخابرات بدل أن يكون لمصلحة المقاومة مصلحة المخابرات بدل أن يكون لمصلحة المقاومة معناها أن الجياء عندما كانت قبل جمال زيتوني كانت مقاومة أذكر جيدا أنه قبل جمال زيتوني حكمها أحد الشيعة الجزائريين نعم شيعي متشيع تدرب لدى حزب الله في لبنان وذهب وجماعة مشوا حتى الإيران تدربوا حتى في إيران كان تزعم جياء كان أمير الجياء قبل جمال زيتوني كان قبل جمال زيتوني أميرها كان من أمر الشيع وكان يفتي بقتل عموم الشعب بردة الشعب الجزائري وكان في تلك الفترة قبل 95 كان عنطر زوابري كان عنطر زوابري قيادية كان عنطر زوابري وشقيق علي زوابري وجماعة هذا وكل كانوا قيادين في الجماعة كانوا قيادين في هذه الجماعة ليتحدث ويريد أن يهم المشاهد ويهم الناس أن هذه الجماعة كانت مقاومة حقيقية لم يبقى إلا أن يقول مقاومة سلمية من سلمية قبل هذا وشوفوا ماذا أشاد أشاد بمحمد السعيد أنه مفكر وعالم هاو ماذا يقول محمد السعيد المفكر والعالم المحمد السعيد ماذا يقول استمعوا لي ماذا ما يقول من مراكز هنا في هذا المشهد يتحدث من خيمات الجياء كلمة أخيرة إن شاء الله إلى الدعاة والعلماء والأمة الإسلامية عامة من الشعب الجزائي والله نقول لكل إخواننا الدعاة والعلماء والمفكرين والعاملين في كل أرجاء العالم الإسلامي من أبناء أمتنا الكبيرة نقول لهم إن ساعة الحسم قد أزفت وساعة العمل قد حانت فإن الجهاد المبارك قائم على أرض الجزائر من أجل تحرير جميع المسلمين من ربقة الطاغوت والأنظمة الجاهلية التي سامت أمتنا سوء العذاب نقول لهم إنما يجري في الجزائر ليس إرهابا كما تريد الدوائر الاستكبارية والطاغوتية أن تقنع بذلك العالم وإنما هو جهاد المبارك لإقامة شرع الله وبشرع الله استمعتني الجهاد قائم في الجزائر عبد الرزاق رجام اللي قال عليه أنه قياد يمفيس وقتلوا عن طرزوابري قتلوا عن طرزوابري استمعوا له ماذا يقول ولكن كان أمور الأخي لازم يعرفهم ما فيما يخص الجبه الإسلاميات كل عامين ما عندها مكان والي إلى خريط الجبه الإسلاميات منذ المقلاب وهي على مستوى المكاتب والولايات أعطت تعليمات شفاوية بتكوين جماعة مسلحة والناس اللي رأهم ما زلهم على قيد الحياة يبينونه قال في هذا التسجيل الذي أيضا من الجبال من أحراش الجبال الجزائر حيث كانت الجية هو الآن بين قياديين في الجية كان يقول بأن الجبه الإسلامية للإنقاذ أعطت أوامر شفاهية بتكوين تنظيمات مسلح وهذا ما ينفي كل الإدعاءات اللي يقول بأن الجبه الإسلامي للإنقاذ لا تتحمل مسئولية إنشاء جماعات مسلح هذا هو لا هذا هو العربي زيتون فضلا عن هذا هو العربي زيتون هذا هو الذي يعتبر أحد أو رأس الحرب في جماعة رشاد ترى هل تبرأ من إشادته بهذه الجماعات هل يقال بأنني كنت على ضلال عندما دافعت عن هذه الجماعات وعلى فكرة هذا الحوار الذي أجراه مع قناة الحوار حدث هنا بعد الجماعة معناها أنه لو كان قالها في نفس الفطرة نقوله تعاطف مع هذه الجماعات كانت مسيطرة على الجبال وكان ممكن تنتسقط النظام فيراد أن يغازلها لكن هذا قالها بعد سنوات قالها بعد سنوات هنا في الألفية معناها بعد قوانين المصالحة وبعد الوئام المدني وبعد حل الجيش الإسلامي للإنقاذ اللي كان يقود فيها مدني مزرق هذا اللي ندار هنا معناها شوف سمها مقاومة إذن استعمال اللفظ مقاومة السلمية وهنا يستعمل المقاومة فقط ما قال المقاومة المسلحة قال يقول المقاومة والآن استعمال المقاومة السلمية وتحريض على المواجهة وأن الوضع سيتعفن وأن 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 كل أكبر دليل قاطع على أنهم يعطون يخادعون الناس يخادعون الناس بشرعارات سلمية وهم هدفهم العنف أنا أردت بهذه التأكيدات حتى أقول بأن هؤلاء ليسوا كما يظهرون عبر المدخلات وأحاديثهم اللي يوجهوا فيها الجزائريين أنهم دعاة سلم لا أبدا هم دعاة عنف ولكن لا يريد أن يعلنوا يخلوا الظروف ويساعدوا الظروف ويعملوا على تأهية الظروف التي تؤدي إلى العنف هذه هي الحقيقة لذلك عندما كثير من الشباب للأسف إن خدعوا بهؤلاء خاصة جيل اللي ولد في سنة ألفين إن لم يعش مآسي والجرائم التي ارتكبتها الجية الجية سواء في عهد عنطر زوابري أو في عهد جمال زيتوني أو الشريف قوسمي أو غيره في كل وكل حتى والجعفر الأفغاني وكلهم كانوا يدخلون على الثكنات ويقتلون الجزائريين أبناء الشعب الجزائري كانوا ثكنات لا عندهم حتى علاقة عندهم حتى علاقة أصلاً ثكنات متخصصة في الدفاع الجوي عن الإقليم الجزائر معناها مستعب لحماية الجزائر من غزو الخارجي كانوا يدخلون ويقتلون الجنود ويقتلون أبناء الخدمة الوطنية لما عندهم حتى علاقة من الأشياء لنفرض أهم جماعات في الجبال راح تلها ناس تواجهوا في السلاح تقاتلوا ممكن ولكن أنه يمسكوا في الناس مدنيين ويذبحون وجي الأنس العربي زيتوت يتحدث على هذه الفترة أنها مقاومة وأنها 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 وأن جمال زيتوني يقتل هؤلاء القيادين بالفعل جمال زيتوني أعدمهم وأعدم أبو بكر زرفاوي وأعدم كثير في إطار صراعات الجماعات في إطار الهاجس الاستخباري والسبب الذي خلاه قتلهم هؤلاء الناس ليست مهمة استخبارية هذا كلام فارغ بأن المخابرات أرسلت جمال زيتوني ترأسها وبعد يقتلوا كلام فارغ لا أساس له فقط لأن هناك جاءت فكرة أخرى تطورت الفكر لأن الناس عندما يحملون السلاح تبدأ فكرهم يتطور بسرعة فصاروا ينظرون إلى الديمقراطية والعمل الحزبي كذا أنه جريمة وأنه ليس من السنة وكذا 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 وبدأ يتطور فتخلصوا من هؤلاء القياديين من الفيس خوفا وفي ترصير رعا الزعامة التي كانت حدثت لأن أهم ما دمر هذه الجماعات هو الصراع رعا الزعامة ونفس الشيء الذي يحدث يحدث للحراك الشعبي عندما بدأت الناس خايفة يتم تمثيل الحراك الشعبي يخسرون الزعامة فأرادوا الإضرار بالحراك والتضحية بالحراك الشعبي من الحفاظ على وجودهم ونفوذهم حتى وخطابهم يمر ومكاسبهم تستمر على كل حال إذن أخواني الكرام أن الحديث الآن بالنسبة لي شخصيا وتقديري شخصي أن ما يجري هو دفع للعنف وما يجري هو استفزاز وهناك أعمال أخرى لا تظهر للعلن هناك تركيز على ضرب المؤسسة العسكرية والهجوم على المؤسسة العسكرية ماذا يراد منه أولا تشويه المؤسسة العسكرية ثانيا وضحها تحت الضغط ثالثا محاولة استفزاز العسكريين وبعض القيادات قد تستفز يبدو يتهم في الضباط وهناك يجبدوه عائلته وهناك ليمسوله شرفوه المسال وعرضه استفزاز وعندما يستفز هؤلاء قد يتصرف بحماقة قد يندفع قد لحظة غضب تدفعه إلى تصرف الماء بعد ذلك يتم استغلال سلوك فرد تعثر تحت الضغط ما تعثر ودفعه إلى ارتكاب شيء ما يستغلونها على أن الجيش يقتل ودفع الشارع وهم دائما يقولون أن الدفاع عن النفس يجب حق مشرور وهذا العرب يسيطط بنفسه يقول هذا الكلام على لسانه نحن بالمناسبة دائما نذكر نحن في حركة رشاد وإن شاء الله في الجزائر ستقوم ثورة سلمية بإذن الله ونحن ضد حمل السلح لكن عندما تصل الحالة إلى الدفاع عن النفس الدفاع عن النفس على العرض على الزوجة اللي تختصب أمامك أو البنت اللي تختصب أمامك أو الأخ اللي يختصب أمامك يعني الجزائر اختصبوهم هنا خلاص ما فيش بشر ومن قاتل دون عرضي فهو شهيد إذن يريدون من هذا أن يدفع الناس يعفن الوضع يدفعوه إلى الاحتقام بعد ذلك قد تحدث تجاوز من طرف ما بعد ذلك بمشروعية الدفاع عن النفس يدفعونهم إلى المواجهة وحمل السلاح وتشكيل التنظيمات وهذا الذي يريدونه لأن الظروف مهيئة لأن ليبيا مختلطة في فوضى كبيرة والسلاح في فوضى وهم يريدون أن تكون هذه البؤرة هي البؤرة التي تستفيد منها لو تشكل التنظيمات يصير السلاح يأتي من ليبيا إلى الجزائر وما إلى ذلك مثل هذا الأمور لذلك إخواني الكرام أيها الجزائريون لا تنخجعوا بهؤلاء هؤلاء الآن لما انفضحوا لما انفضحوا ولما هب الناس آس يتكلم ولما رأوا الجزائر في خطر بدأوا يروجون على أنها دعايات وحملات من استخبارات لا استخبارات ولا بطيخ ولا أي شيء قلوبنا على الجزائر وهؤلاء حتى يواصلون تضليل الجزائريين وتخديرهم تخديرهم يواصلون بحروب استباقية أي واحد يتكلم على العرب زيتوت ولا يتكلم على رشاد لا مخابرات هذا مهم مخابرات وهذا دفعات مخابرات وهذا عنده علاقة بالسعودية وهذا عنده علاقة بالإمارات وهذا 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 رغم أن هذه الدول ليس لها أي مشروع في الجزائر سوى تتمنى الاستقرار آر للجزائر في حين الدول الأخرى التي هم يوالونها هي التي تقف خلف هذه الدعوات ومنها قطر أيضا تركيا التي صارت تتواجد عسكريا على حدود الجزائر تتواجد في ليبيا هؤلاء هم بيادق لهذه الدول التي هي أصلا تريد الفوضى في الجزائر لذلك المشكلة إخواني الكرام أيها الجزائريون لا تنخدعوا لا تنخدعوا بهؤلاء والله إنهم يكذبون عليكم نعم ظروف البلاد سيئة الوضع الاقتصادي سيء الوضع السياسي ليس كما يجب أن يكون إنهم يوهمونكم لو حتى هم وصلوا إلى الحكم سيبقوا يقضوا وقتهم كل في الحديث عن الثورات المضادة وكذا 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 ولن يقدموا شيء شوفوا للدول التي وصل إليها هؤلاء من أجل وصلوا لها ماذا فعلوا لم يفعلوا شيء كلام فارغ هذه الاتهامات فقط حتى لا ينفضحوا لا يكذبون عليكم لا يوجد فرق من يدعو إلى العنف ويقول أن يدعو إلى العنف مباشرة وبين من يخلق ظروف العنف تحت مسمى السلم والله كلهم بوطقة واحدة فقط يقولوا بأننا دعاة سلم بكرة تتطور الأمور يحملوا المسؤولية للجيش والدولة وكذا وكذا كمثل ما كانت الجيئة تقتلهم ويقولوا الجيش اللي يقتلوا المخابرات كنفس الشيء ورفعوا حكاية من يقتل من كذا كذا لتبرئة هذه الجماعات فقط والدفاع عنها رغم أنهم يدركون وأن هذه الجماعات هي التي كفرت الناس وظلتهم وذبحتهم وقتلت ودارت 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 وهم يقول لك المخابرات ما كانش ما كانش مقاومة أي مقاومة هذه اللي تشكل جماعات مسلحة تقتل أبناء الجزائريين وعوصلت الجزائر إلى حرب أهلية دامية يتحمل مسؤوليتها قيادات الفيس وقيادات هذه الجماعات ويتحمل الجنرالات في ذلك الوقت ويقدمتهم الجنرال خالد نزار وطوفيق وغير ويتحملون المسؤولية بلا أن شك للأسف دفع الثمن الشعب الجزائري لذلك أيها الجزائريون حذاري من هذه المخططات التي ستقودكم مرة أخرى لتنفعوا الثمن غالي في كل مرة يضيعون عليكم فرص التغيير بسبب هذه الخطابات البائسة هذه الخطابات التي لا تحمل في طياتها إلا إديولوجية العنف إديولوجية الإرهاب إديولوجية خدمة الأجندات الخارجية التي تريد أن تتدخل في الجزائر وتريد أن تحول الجزائر إلى دولة ضعيفة هشة تستغل بثرواتها وطراثها ومكانتها وموقعها الاستراتيجي في تحقيق مصالح دول أخرى لا تركيا قلبها على الجزائريين ولا قطر قلبها للجزائريين ولا توجد أي دولة من هذه الدول قلبها على الجزائريين جزائري فقط هو الذي قلبه على الجزائر أما الدول تتعامل وفق منطق المصالح الدولة الجزائرية عندما تتعامل مع أي دولة كانت تتعامل بمنطق المصالح وليس بمنطق التدخل والنفوذ والسيطرة والهيمنة والخضوع هذا غير وارد أبد إخواني الكرام حوصلة للأمر أقول بأنه أن هناك دعوات للعنف هناك خطاب عنيف هناك خطاب للكرهية هناك تحريض كبير ومن يقول وتحت مسمى السلم تحت مسمى دعوة السلم لا توجد دعوات للسلم من يدعو الجزائريين إلى أن يخرجوا للشوارع في ذل هذا الكوفيد من يدعو الجزائريين أيها الأحرار اخرجوا كذا كذا كون راجل أنت واهبة للجزائر وخرج ادخل السجون والكذب وخلق الأخبار الكاذبة الكذب الذي ينسج من طرف هؤلاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا نظير له إنهم يكذبون عليكم وإنهم يريدون الهلاك لكم وإنه عندما تهلكون لا قدر الله والله سيضحكون عليكم ولمخير فيه يستقبل واحد جزائري هرب من الجزائر من المآسي وكم تاجروا بالجزائريين يجوا جزائريين كانوا عسكريين ولا درك ولا غيره يحملوهم فطرة يستغلوهم يفوتوا بهم الخطابات اللي يحبوا وبعد يرموهم والله حتى المصروف ما يعطيه كم من جزائر موجود لهنا لجأ إليهم والله لم يردوا عليه فيهم شرطة وفيهم كذا وكذا وكذا وكم من واحد أنقذناه من مخالبهم لأنهم أرادوا استغلاله وإستغلال ظروف وساعدناهم وريقوا أمورهم ورهم عايشين في سلام والحمد لله رب العالمين إنهم يكذبون عليكم إنهم دعاة عنف وأتحداهم أن يتبرأوا من هذا الكلام لأن الجزائر يدرك ما معنى المياه وما معنى الجياه والجماعات هذه التي تشكلت في التسعينات وماذا فعلت بالجزائر ما يجي البارح يقول عليها مقاومة واليوم يحول نفسه إلى داعية أو رسول للديمقراطية في الجزائر لا يمكن أبدا إلا أن يعتذر للجزائريين ويعتذر ويلتزم بيته لأن مثل هؤلاء لا يصنعون التغيير شكرا لكم أحبة الكرام ألقاكم في مداخلة أخرى بإذن الله الحديث ما زال طويل وبتشعب وفيه كثير من الأمور آثرنا أن نتركها إلى وقت لاحق ونكشف لكم الكثير أيضا من المعلومات المهمة بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله